هذا وقد حافظت مملكة البحرين على موقعها المتقدم عالميا في هذا المجال ضمن قائمة الدول الأكثر نجاحا في التصدي لهذه الظاهرة وهو ما يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا الصدد بالتعاون مع المجتمع الدولي مبادرات إنسانية كما علت بقيمتها سمت بأهدافها أيضا المؤدية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص كظاهرة بمقياس معضلة تعدها الأمم المتحدة جريمة عابرة للحدود ومن الواجب حماية ضحاياها وكل من يقع في شراكها فعلى صعيد جهود مملكة البحرين في محاربة الاتجار بالأشخاص التي يعاقب عليها القانون وينزل أشد العقوبات بحق ممارسيها ومرتكبيها تبرز مساع البحرين الدعوبة في مجال الاتجار بالأشخاص والتصدي لها على نطاق رسمي واسع ولعل من أبرز المشاريع والخطط الوطنية التي مضت المملكة في تطبيقها على أرض الواقع تتمثل بإصدار القانون رقم واحد لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام الإحالة الوطني للربط الإلكتروني وإقامة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية وتأسيس صندوق لدعم الضحايا بغرض تأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية كما أنشأت نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص كخطوة مهمة في تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجن عليه حقوقه المقررة لتكون البحرين بذلك أول دولة عربية تنشئ مثل هذه النيابة وضمن مساهماتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحرصا منها على تعزيز ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص فقد شرعت البحرين في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية للهجرة نظير التزاماتها الدولية وبالإبداء المستمر لرغبتها في القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص التي لا تزال تشكل تحديا للبشرية جمعاء حافظت مملكة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وما وثق من حقيتها في المحافظة على هذا التصنيف المتقدم تنفيذها الكامل للمعاهدات الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتكثيف التفاهمات لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة على المستويين الإقليمي والدولي